عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعها الأول بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بموجبها استكمال تشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذية وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة بمراجعة كفة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع في الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن وكذا طلبوا المعلومات والبيانات والأحصائيات اللازمة بشأن جوانب العمل اللوجستية الضرورية